موسيقى موجز السابع من قناة الجزائر الدولية السلام عليكم ورحمة الله شككت الولايات المتحدة في قرار موسكو القاضي بخفض نشاطها العسكري على محوري العاصمة الاوكرانية كييف ومدينة شنهيب بشمال اوكرانيا لتهيئة ظروف اللازمة لمواصلة المفاوضات وتحقيق الاتفاق على وقف اطلاق النار في البلاد وقالت وزارة الدفاع الامريكية انها لم ترى ما يثبت انسحاب قوات روسية من جبهات القتال حول العاصمة الاوكرانية بالتزامن مع ذلك اكدت سلطات دونباست ان القوات الاوكرانية قامت بقصف الاحياء السكنية بمنطقة ليزا تشانك الاوكرانية بالاسلحة الثقيلة في اليوم الخامس وثلاثين من العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا يجري وزير الخارجية الامريكي انطونيو بليكيت زيارتنا اليوم الى الجزائر حيث سيعقد اجتماعا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان العمامرى لمناقشة الامن والاستقرار الاقليميين كما ستتم مناقشة التعاون التجاري وتعزيز حقوق الانسان والحرية الاساسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك وسيفتح الوزير الامريكي رسميا جناح بلاده بصفتها ضيف شرف في معرض الجزائر التجاري الدولي اكبر معرض تجاري من نوعه في افريقيا كما سيلتقي بممثل الاعمال الامريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر دخل قرار التحالف العربي باليمن وقف عمليته العسكرية داخل اليمن حيز التنفيذ بدءا من الساعة السادسة صباح اليوم وكان المتحدث باسم التحالف العامي التركي المالكي قد اوضح في بيان ان وقف العمليات جاء استجابة لطلب مجلس التعاون الخالجي الثلاثاء تزامنا مع انطلاق المشاورات اليمنية اليمنية لانجاحها وخلق بيئة ايجابية خلال شهر رمضان مشيرا الى ان قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف اطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والاجراءات لانجاحه قال البنك الدولي انه وفق على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة حوالي 900 الف اسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الاثار الصحية والاقتصادية لازمة كوفيد 19 وقال البنك ان التمويل الاضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى السادسة والاربعين ليوم الارض الذي يؤرخ لقرار الكيان الصهيوني مصادرة اجزاء كبيرة من الاراضي الفلسطينية من اجل اقامة مستوطنات وتهويد الجليل وتحل المناسبة هذا العام في سياق يتسم بامعان سلطات الاحتلال الصهيوني في سياسة الاستيطان ونهب الارض والعمل على تهويدها الى جانب ممارسة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني واتزامنا مع فعاليات فلسطينية مخلدة للذكرى ترتفع الاصوات الدولية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في دول عدة على غرار دعوة الجبهة المغربية لمناصرة فلسطين وضد تطبيع الى احتجاج وطني اليوم في المملكة تحت شعار يوم الارض ونضال مستمر لتحرير الارض واسقاط التطبيع فشل المنتخب الجزائري في التأهل الى كأس العالم الفين واثنين وعشرين بعد انهزامه صهرة امس امام نظيره الكاميروني بهدفين لهدف واحد لحساب مباراة العودة من الدور التصفى والاخير المؤهل الى المحفل الكروي العالمي واحتكم الفريقان الى الوقت الاضافي بعد نهاية الوقت الاصلي بتفوق الكاميرونيين بهدف واحد ورغم تعديل الكفة عن طريق البديل احمد توبة الا ان الضيوف سجلوا هدفا قاتلا في نهاية الاضافي ليكون منتخب الكاميرون خامسة واخر المتأهلين عن القارة الافريقية بعد كل من السنغال المغرب تونس وغانا ختام الموجز الى الاقام اشتركوا في القناة